بص 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 الكلام بص الكلام بص اللي بيحصل شايف 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 مما ان احنا اتكلمنا قبل كده عن حلول سواء مدفوعة او مجانية عن المونتاج بالذكاء الاصطناعي فكان من الشيء الحتمي والضروري ان احنا نستعرض مع بعض الاضافة اللي هتساعدنا برضو في شغل المونتاج واللي كان ليا فرصة كويسة جدا ان انا استخدم الاضافة دي في شغلي على مونتاج الكورس بتاع ادوبي انديزاين اللي انا شغال عليه حاليا الصراحة ساعدتني جدا في توفير وقت كبير في تقطيع الفيديوهات بتاعتي وكمان في تقنيات تانية اضافات موجودة في الاضافة ديت حاجات جديدة هنتعرف عليها مع بعض ومميزات تعتبر هي كانت تفرق في وقتها ولكن حاليا هي حاجات بنشوفها كتير في الوقت الحالي ولكن عندنا اضافة بتجمع لنا كل المميزات دي مع بعضها وتشتغل عندنا جوا برنامج المونتاج اللي هو ادوبي برمير فدي حاجة كويسة جدا فعشان كده تعالي نستعرض مع بعض الاضافة بتاعتنا اللي هي اوتو كات ونشوف ايه الحاجات الجديدة اللي هتدفها لنا في اضلا بين الان البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله انا عمر عطالله بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا شغالين على منتاج ده منتاج فيديو بيزيك جدا حاجة كده محتاج انها تتقطع معنا وتتزبط في عندنا غلطات كتيرة وحاجات كتيرة عايزة تتقطع اماكن سكوت كتيرة فعايزين نشيل اماكن السكوت دي ونقطعها ودي الاضافة بتاعتنا اللي هي الاوتو كات الاضافة بتحللنا مميزات كتيرة جدا منها اول حاجة والبديهية جدا اللي هي اوتو كات سايلانس يعني بتشلي اماكن السكوت في الفيديو بتاعي بشكل اوتوماتيك ولكن تعال نرجع بالموضوع شوية وهي ازاي ان انا اجيب الاضافة دي هتو دخلها عندي في البرنامج مبدئيا ده الموقع بتاع الاضافة بتاعتنا اوتو كات وطبعا هكون سيبولك فيه ديسكريبشن في وصف الفيديو تحت تقدر انت تخش على الموقع دوت وزي ما احنا شايفين كده بيقولك ان الاضافة دي متصممة لبرمير برو تشتغل على الويندوز او الماك فده اجابة لسؤالك لو انت بتسأل هل بيشتغل على دافينشي ولا لأ اقف واضح ان هو بيشتغل على البرمير بس هنا هننزل تحت هنلاقي ان هو بيعمل لنا حاجات كتيرة منها ان هو بيعمل لنا بيضيف لنا الكلام بتاعنا عن الفيديو ويعمله الانيميشن بتاعه بيضيف له حركات من الحاجات المهمة جدا في ان هو بيعمل edit l podcast ممكن اعمل add zooms يعني ممكن اعمل الانيميشن بتاع الكيفريم انا اخش zoom in وzoom قاوت بدل ما اعملها بالكيفريم ومن حاجات كديدة في ان هو بيعمل برضه add brolls يعني هو بياخد الكلام اللي بيتقال في الفيديو وبيدخله عنده في التحليل وبيطلع له data مشابهة للكلام اللي بيتقال دوت كbrolls يعني فيديوهات مشابهة للكلام اللي بيتقال ويحطها لي على التايملين من نفسه ون bitcoin على السؤال والحطة المهمة بقى هل هو مجاني ولا لأ الاضافة ديت زي ما احنا شايفين كده بنيجي على بيقولك انت عندك اربعتاشر يوم تجرب الاضافة ديت على الكمبيوتر بتاعك من غير لك ولا تدفع اي حاجة ولا تحط اي حاجة فبتيجي هنا تعمل وتعمل الاضافة بتاعتك عادي جدا تنزل عندك على طيب بعد الاربعتاشر يوم ده في ايه بقى في ان انت يا اما خلاص مش محتاجها فهتشيلها من عندك من على الجهاز يا اما ان انت شفت انها مفيدة لك جدا وهتختصر معك وايه هتساعدك انك تطور شغلك وتحسن ادائك في الشغل فبالتالي هتدخلك دخل اضافي فبالتالي هتدفع جزء من دخل الدخلك دوت لانها هتبقى باشتراك بعد كده ويه تعالى كنشوف الاشتراكات بتاعت الاضافة دية بيقولك لو انت هتدفع بشكل سنوي هتاخد تلات شهور مجانا لو انت هتدفع بشكل آآ شهري هتيجي كنوز شهري فدي الاسعار لو انت تدفع بيء الشهر دي ودي اللي هي فيها حاجات آآ باستخدام الزكاء الاصطناعي جديدة اكتر وبرضو يعني انا شايف ان انت ممكن تستخدم الاضافة دية لمدة اربعتاشر يوم لو انت عندك آآ تقيلة تنزل الاضافة دية وتستخدمها يعني تاخد خيرها زي ما بنقول كده وده شيء قانوني جدا ومش حرام هم اللي بيتحولك ان انت تستخدمها لمدة اربعتاشر يوم اسبوعين مجاني اعمل اللي انت عايزوا بيقها فتعالك ان نخش مع بعض على البرمير ونشوف الاضافة دية بتعمل ايه معانا بشكل عملي وطبعا بعد ما بتنزل اضافة عندك وتعمل لها انستول على الجهاز بتاعتك بتكون قافل البرمير بتيج تفتح البرمير عندك وتخش على قايمة وندو بعدا كده تيجي على اكستنشنز بتلاقي هنا كده الاضافات كلها اللي انت منزلها بتلاقي الاضافة بتاعتنا اللي هي اوتو كد فانا بفتح الاضافة زي ما احنا شايفين كده عندي في بانل كبيرة عشان نشوف بشكل اوضح. وتعالى كده نطبق مع بعض ان انا هاختار الكليب بتاعي. هو معي عبارة عن عشرين دقيقة. وباجي على بتاع الاوتو كات سايلانس هدوس عليه كده. بيجي عندي هنا يقول لي ان انت ممكن تعمل اوتو كات بيعني النسخة الاصداري الحديث منه. او ممكن احنا نعملها بشكل الزكاة الاصطناعية اللي هو الزكاة الصناعية هو اللي يعمل لنا الاوتو كات. هنا بننزل تحت شوية بيقولي يعني اماكن السكوت بتاعتك هتبقى فين? والسكتات بتاعتك. بتاعها اه مقداره قد ايه? بالمنظر ده كده بس انا عادت ترتيب الانترفيس بتاعتي بس عشان نشوف الاضافة كلها تبقى قدامنا كده. فبرضه انا مش متأكد هل هي كده كويسة ولا لا. وكل مثال ممكن يختلف عن المسال التاني باجي هنا تحت عند فبيبدأ ان هو يحمل شوية كده. يفهم الكليب بتاعي اللي انا حطه هنا دوت عبارة عن ايه? بعد ما بيخلص عندي هنا كده تعالى كده نلف شوية لفة ندوس كده على الساهم ده كده. بيبدأ يقولي الاماكن الحمراء دي كده. الاماكن اللي فيها احمر يعني معناها دي اللي هي سكوت. وواضح جدا ان ما فيش ويف فورم هنا. فالديسبل بتاعي هنا يعتبر قليل جدا. فده احنا بالفعل الحساسية بتاعته اللي احنا حددناها من فوق. والاماكن الاخضر الفاتح شوية ده. دي المارجينز اماكن السماحية والاماكن الخضرة بقى دي اللي هي الاماكن الي هتتساب. الاخضر الغامق دي اللي هتتساب. ودي فعلا الاماكن اللي فيها السوت بتاعي. حتى لو مشيت كده بالانديكتور بتاعي كده. بيديت عدي كده علي السوت بتاعي. اه بلاحز ان هو فعلا الحاجات الاحمر اللي هتتشال. كلها ما فيهاش اي كلام خالص. ولا اي حاجة. وبالفعل كده ان هو ماشي مظبوط. لو حسيت ان انا مثلا كده Hey! الاماكن دي فيها اخطاء او ان انه مثلا الحساسية بتاعته مش صحيحة اوي برجع هنا عندي في وابدأ اغير بتاعي هل عايزه اعلى ولا اوطى بنيجي عندنا هنا في هل انت عايز تمسح اماكن السكوت دي اللي هو تعمل لها ولا عايز تسيبها يعني تقطع الاماكن ديت وتسيبها بس ولا عايز تقطعها وتعمل لها ميوت ولا تعمل لها بتكيب سبيسينج يعني تقطعها وتشيلها بس الفراغات ما بينها تسيبها كل برضو اختيار من دوت واضح جدا وحسب الاستخدام اللي انت هتستخدمه والمشروع بتاعك بالنسبة لنا هنا ان انا هقول له لا اطع لي الفيديو بتاعي وشلي اماكن السكوت وشل هالم يعني ضمي لي كل الفيديو بالتقطعات بتاعته باجي تحت خالص هنا كده عند بعد ما كنت صبطت الدنيا عندي هنا كده واخترت الاختيار ده انا عايزه اعمل ليه بأماكن السكوت واتكي على ده كده بس تسيب وهو بقى ايه يكمل الشغل بص بص الكلام بص الكلام بص اللي بيحصل شايف 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 يعني المنظر ده انا كنت بتفرج عليه في تيتوريالز والناس بتعمله وكنت باستغربه لكن الصراحة هو بيحصل قدامي دلوقتي فانا مش مستغرب فانا مسدق فعلا الموضوع ده زي ما احنا شايفين كده هو بيقطع حسب كل اللي احنا قلناه له يعني التقطعات دي كلها لو عادت عملها واحدة واحدة اكيد هتاخد مني وقت مش بطالي يعني فهو كده اللي قطر خيره يعني انا هعمل لك كوباية شايفة عشان توقع تزبك كده وتروى وانت شغيل ومفروض بعد ما يخلص هيبدأ ان هو يشيل اماكن السكوت دي كلها ويضم لي كل الحاتة دي كلها يعمل لي بص 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 شايف 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 اللي بيحصل تحت بيشيل اماكن السكوت من الصوت وبالتالي بعد ما يخلص هيضم كل اماكن دي مع بعضيها عشان هو بيحلل الصوت بيحلل وهي فورم هو بص بص بدأ يضم الحاجات على بعضيها كده شغالين مع بعض حلو حلو وكده بيقول لك مبروك عليك خلصت الفيديو بتاعك الفيديو اللي كان عشرين دقيقة دلوقتي بقى حداشر دقيقة وطمانتشر ثانية خلينا نقول ان هو حداشر دقيقة يعني ان هو شلي تسع دقايق كده كده خد مني وقت الدقيقة بقى بيقول لك انا خدت في الشغل اللي عملته دوت دقتين واربعة وعشرين ثانية نيجي على الجزء التاني المهم فيه جدا وحيستخدمه ناس كتيرة هيفيد ناس كتيرة جدا وهو ان انت تعمل للبودكاست تعالي ندوس على الميزة دي كده وهنا عشان اعمل الفيديو بتاعي البودكاست بابدأ اختار له كل شخص موجود في انهي كاميرا والصوت بتاعه موجود في انهي تراك فباجي عندي هنا كده باختار الكليب بين اللي هم الشخصين شخص في كاميرا واحد وشخص في كاميرا اتنين وباجي عندي هنا في بابدأ اتكع على باجي هنا مثلا احط الشخص الاولاني اللي هو شخص ايه وبقول له تراك الصوت بتاعك موجود في تراك رقم واحد اللي هو عندي هنا الشخص الاولاني بتاع في وان تراك الصوت بتاعه موجود على اي وان وكذلك الشخص التاني اللي هو موجود في الكاميرا التانية موجود الفيديو بتاعه في تراك في تو والاوديو بتاع الصوت بتاعه موجود في اي تو وطبعا الفيديوهات بتاعتي انا من الاول بكون عمل لها تزامن كليك يمين كده وهي بعمل لها وباجي عندي هنا كده بضيف الشخص التاني فلنفترض ان هو شخص اسمه B وتراك الصوت بتاعه اللي هو A2 كده انا حددت الاشخاص بتاعتي ببدأ احدد بقى الكاميرات بتاعتي الكاميرا الاورنية اللي هي موجودة في ال V1 دي بتاعة انهي شخص ببدأ ان انا اقول له دي بتاعة الشخص A او الشخص اما الكاميرا التانية V2 موجودة لانهي شخص بادوس عليها كده بقول له دي بتاعة الشخص B الشخص التاني وطبعا لو عندي كاميرات تانية او اشخاص تانية ببدأ ان انا اعمل لهم قاد من هنا سواء الاشخاص او الكاميرات يعني ممكن يبقى عندي كاميرا جايبة الشخصين مع بعض اللي هي الكاميرا المين فممكن احطها كاميرة هنا وتبقى دي كاميرة بتاعت لا كتاعتها كده بتاكة على يعني موجود فيها كل الاشخاص بيظهر فيه كل الاشخاص اللي هي الكاميرا اللي جايبة الكادر واسع وباجي عندي هين المكنهавно بيقول لي الكاميرا تايم د champions هل انت عايز كالم هادي ولا ممكن تختاره انيرجيك سريع او سريع او هايبر اكتف سريع فالأطعاب عيزها العاملة ازايه الموت بها عاملة ازايه ايضاً يمكن تحدد الكلام دوت بشكل يدوي اللي هو الوقتaran من كاميرا و او المكسمم كاميرا يعني اقل عدد ثواني الكاميرا هتفضل على الشخص دوت قد ايه و اكبر عدد ثواني و هو الشخص ما بيتكلمش خلاص والكاميرا ده لسه عليه بس الشخص التاني بدع يتكلم فتفضل الكاميرا عليه اقصى مدة قد ايه يهو ما ينقلش على الشخص التاني بعد قد ايه بعد كده بنيجي على الابشن اللي تحت ده كده اللي هو هل انت عايز تعمل يعني تشيل اماكن السكوت زي ما شفنا كده من شوية في ولا تعمل لها ميوت بس يعني برضو حسب اللي انت عايزه ممكن تعمل لها ميوت وتفضل عندك فيه التايم لاين او ان انت تعمل لها سواء دي او دي برضو دي حاجة ترجع لك وبعد ما بتخلص بتيجي عندك تحت خالص كده على اخر اوبشن بيبقى دايما الابشن البرتقاني اللي فتحته خالص ويتدوس عليه وبيبدأ ان هو يقطع لك البودكاست بتاعك ويطلع حولك زي ما احنا شفنا كده فاسهل واسرع طريقة طبعا البرنامج فيه ميزة مهمة جدا وهي الوتو كابشنز ان هو بيكتب الكلام اللي بتقال فيه الفيديو على الفيديو وده اللي احنا ممكن نشوفه دلوقتي نجربه في حاجة بسيطة خالص يعني انتعال ناخد الجملة الصغيرة دي كده هنختار الجملة دي كده او الكليب ده كده بس ونيجي عندي فيه اوتو كابشنز نوس عليها كده بلاقي عندي هنا كده الستايل بتاع الكلام بتاعي تعاكد مسلا نشوف دي ستايلات جهازة موجودة لو اخترت الستايل ده كده بيبدأ يحمل شوية وبيطلع لي كلام بتاعي بالستايل الموجود ده كده او ان انا ممكن اكريات ستايل بشكل بتاعي بقى الحاجة الخاصة بي انا عن طريق الحاجات اللي هنا دي كده ابدأ احدد كل حاجة التكست الفونت بتاعي المقاس بتاعه الترانزيشن ما بين الكابشنز نفسها اناميشن الحركة بتاعتهم ولكن انا لحد كده مكتفي جدا هتكي على هيبدأ هنا يقول لي ايه اللغة بتاعتك اللي موجودة في الفيديو هختار اللغة العربية طبعا وهبدأ اقول له بعد ما بيخلص عندي هنا كده بيبدأ ان هو يقول لي ده الكلام اللي تقال عندي في الفيديو باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبي اجمعين جميل جدا هو دايما بيغلط فيه في اسمي بيغلط فيه عطلة فعطلة عندي هنا كده غلط ببدأ ان انا هصلحها بشكل يدوي عطلة يعني لو في حاجة عندك خطأ يملاقي ولا حاجة تقدر ان انت تصلحها تعالي عمل وشوف نتيجة انا عايز اشوف نتيجة تعالي نتكي على هو كده خلص تعالي نعمل بلاي ونسمع ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله هو هنا الكلام بس محتاجة تطلع فوق شوية هخليه مثلا سبعين في المية برضو دي حاجة ممكن تكون مفيدة لناس كتير جدا خصوصا في شغل وفيه بقى فنية حلوة جدا في البلاجين ديت الاضافة ديت بتعمل لي جزء باكب يعني بيعمل لي باكب سيكوانس كابشنز اهيت بالاموجز لو كنت هدي في اموجز الجزء المهم جدا هي عملتي هنا الباكب الخاص بالاوتو كات بلاقي عندي ان هو عامل لي باكب او كوبي من السيكوانس الاصلي لو اتكيت عليه تكيتين ده الفيديو الاصلي بتاعي من غير اي اطاعات اللي هو كان عندي عشرين ديئة فالحتة ديت او الفنية ديت بسيطة اه بس ممكن تكون منقزة ليك في وقت ملوقات يعني فحاجة حلو برضو ان هو بيعملها وبرضو حبيت ان انا اعرفها لك وفيه حاجات تانية برضو جميلة جدا في البرنامج ان هو بيعمل يعني ان هو بيعمل الحتة بتاعت الكيف ريم يعمل زوم ان او زوم اوت كده له الكادر بتاعك او الفيديو بتاعك برضو بشكل اوتوماتك الحتة بعدو بتاعت ان هو لو انت عندك فيديو بالعرض قدر انه هو يعمله لك بالطول وده حاجة مش شايفة قوية جدا فيه لان بالفعل برامير فيه ده ده دلوقتي اني quando ان أخلص الفيديو به ونحتاج انه بدل ما هو بالعرض هعمله بالطول هاجي على بتاعي نفسه وهاجي هاتك على auto reframe sequence وأبدأ أن أحدد بقى الأبعاد بتاعتي إيه فهنا بالنسبة لي vertical 9-16 فمش حاجة قوية جداً فيه اللي هي auto resize أما auto b roll والauto chapter والحاجات التحدي كده بالنسبة لي لما جيت جربها لقيت أنه مش بيشتغل بيها على اللغة العربية بشكل كويس وفي حاجات أصلاً لسه ما بيدعمش فيها اللغة العربية لغاية دلوقتي فأقوى ثلاث حاجات شفتوهم هم أول ثلاث حاجات اللي احنا تكللنا عليهم بشكل مفصل فدي إضافة حلوة جداً في برنامج البلمير كان ليا فرصة حلوة وكويسة أن أجربها وأنقل لك تجربتي لها ومن وقع التجربة بتاعتي بقولك أن الحاجات دي ممكن تستفيد بها بشكل فعال جداً وإنت برضو أولى بي الأسبوعين لأربع تاشر يوم مجانيين أن أنت ممكن تاخد فيهم الإضافة ديت وتشتغل بيها بشكل مجاني وأكيد صديق العزيزي اللي بيتابعني من بدري عارف كويس جداً أن احنا بالفعل تكلمنا على الموضوعات ديت في المونتاج سواء أن أنت ممكن تقطع ميكين السكوت بشكل أوتوماتيك أو أن أنت تضيف الكلام اللي بتقال في الفيديو بتاعك على الفيديو بشكل أوتوماتيك برضو وقلنا على كذا حل تعمل يوم الحاجات دي كلها وكمان حلول مجانية ولو أنت برضو ما تعرفش أن احنا تكلمنا على الطرق دي هكون برضو سايبها لك في وصف الفيديو تحت تنساش نتشارك في القناة عشان بإذن الله مستنى أشوفك الفيديوهات اللي جاية أنا عمرو عطلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته